بأحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين المشاهدون والمشاهدات الأكارم أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي هي فرصة والفرصة التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة هي فرصة قيام الليل فإذا وجدت قدميك خفيفتان إلى صلاة الليل فاعلم أن هذه علامة حب الله لك إذ لولا أنه يحبك لما جعلك أهلاً لمناجاته لذ بالجناب ذليلاً وقف على الباب طويلاً واتخذ من الليل سبيلاً ورتل القرآن ترتيلاً واجعل جناب التوبة مقيلاً واشتهد في الخير تجد ثواباً جزيلاً والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً قال الفضيل بن عياض رحمه الله إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروب مكبل كبلتك خطيئتك وقال رجل للحسن رحمه الله يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم فقال ذنوبك قيدتك وقال الثوري رحمه الله حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته قيل وما هو؟ قال رأيت رجلاً يبكي فقلت في نفسي هذا مرائي وكان الحسن بن صالح وأخوه علي وأمهما يتعاونون على العبادة بالليل وبالنهار قياماً وصياماً فلما ماتت أمهما تعاون على القيام والصيام عنهما وعن أمهما فلما مات علي قام الحسن عن نفسه وعنهما وكان يقال للحسن بأنه حية الوادي يعني كان لا ينام بالليل فمن فاتته الحسنات فيما مضى فليدرك نفسه ويعوض خسارته بقيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُقُ مِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أو زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْثِيلًا